قد يجد الدولي الجزائري اسلام سليماني نفسه مضطرا لمغادرة نادي سبورتينجلش بون البرتغالي وهذا في ظل ضغط العروض الكثيرة التي تتهطل عليه من قبل العديد من الانديات الاوروبية التي اعلنت صراحة رغبتها في الظفر بخدماته اذ ان الاهتمام بخدمات مهاجم الخضر لا يقتصر فقط على كل من نادي طرابزون سبورت توركي وويستهام الانجليزي بل امتد يوم الاثنين الى نادي لايستر سيتي حيث كشفت تقارير اعلامية لصحيفة دايليميل الانجليزية ويومية أبولا البرتغالية عن اصرار العائد الى دوري الاضواء في انجلترا على تعزيز هجومه بخدمات مهاجم سبورتينجلش بون مقابل عرض قدر بعشرة ملايين يورو وكانت ادارة سبورتينجلش بون قد رفضت مؤخرا عرضا من نادي طرابزون سبورت توركي ووصلت قيمته الى ستة ملايين يورو في وقت تم تحديد سعر سليماني باثنى عشر مليون يورو من طرف ادارة النادي البرتغالي مع العلم ان سليماني انضم الى سبورتينجل موسم الماضي قادما من نادي شباب بلوزداد مقابل ثلاثمائة الف يورو فقط ووقع ان ذاك عقدا يمتد الى غاية الفين وسبعة عشر